بالمناسبة ومناسبة السكاري الفاني فيتوريا مدرب كبير وإحنا قلنا الكلام ده من أول يوم يمكن طبعا بنهاجم كلنا كإعلام أو كجماهير في بعض الاختيارات وده طبيعي جدا ما فيهش أي مشكلة خالص واختلاف في وجهات النظر ده حاجة صحية بالمناسبة تمام؟ لكن هو مدرب كويس؟ لا مدرب كويس إن بارح أثبت كده أثبت كده بشكل كبير جدا الميزة في فيتوريا عن كيروش لأن كيروش أنا من ضمن الناس اللي ها كنت شايف إنه ما ينفعش يمشي بس الميزة في إيه اللي واحد الفرق اللي حاسهم بارح إنك مع كيروش كنت بتلعب بنفس الاسوب بالمناسبة اللي أنت بتلعب بيه مع فيتوريا بتدافع طول الوقت مأمن دفعتك بشكل كويس وكلام من ده بس الميزة عند فيتوريا إنك إزاي بتعرف تبني الهجمة وتطلع لقدام لما كرة تبقى معاك يعني أنت لما مثلا بتكون بتدافع إحنا أيام كيروش ندافع حلوة الكرة تبقى معنا منعرفش نطلع نروح فين نباصل دول للدول نطلع إزاي ما فيش هي دي كانت المشكلة مع كيروش شوية ورغم كده حاجة ننتاج جيدة يعني لحد ما لكن مع فيتوريا لأمبارح حسيت إن فيه تاكتيك فيه شغل فيه استراتيجية معينة والكرة معاك إزاي تطلع وكانت النتيجة في كده إنك أحرصت مثلا الهدف التاني بتاع تريسجي هدف أكثر من رائع يعني هتكلم على أكتر من لعب يعني فالأمور كلها ماشية بشكل إيجابي مهم أو احتكاكات زي دي مهم إن إحنا كلنا نتكاتف وراء منتخبنا الوطني لأن ده أهم شيء بالنسبة لنا كلنا وإن شاء الله بإذن الله نشوف الأفضل دايما للمنتخب الوطني في القادم بإذن الله تعالى